موسيقى خالد بيبو والناقض الرياضي الكبير الكابتن خالد توحيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي مشاهدي سي بي سي تو في كل مكان اسعد باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي باهجات وسعيدني ان انقل لحضراتكم احداث مباراة كرة القدم في دور الاثنين وثلاثين من كأس مصر تجمع ما بين نادي المصري ونادي الاتحاد السكندري نادي المصري بيدخل هذا اللقاء بتشكيلة مكونة من محمد عوات في حراسة المارمة على شعبان محمد جبر ويلسون اكاجبو وعمر يحيا نص الملعب السيد عبد العال وعمر موسى وقدامهم محمود عبد الحكيم احمد داود واحمد ياسر ومحمد اشرف رأسي حربة نادي المصري بينما نادي الاتحاد السكندري بيدخل هذا اللقاء بتشكيلة مكونة من علي فرق في حراسة المارمة رباعي خط الظهر رمزي خالد محمد سمير رامي عادل وفاتحي مبروك قدامهم اتنين محمد بازوكة وعبد الرحمن فاروق وسعيد قطة واسامة البغانمي والسنائي الهجومي محمد حمد زاكي ومحمد فاروق يدير اللقاء اليوم تحكيميا تقم تحكيم بقيادة محمد عادل حاكم ساحة وابراهيم عبد الوهاب مساعد اول احمد عطية مساعد تاني ومحمد سامي حاكم رابع مباراة اليوم تجمع ما بين مديرين فنيين ليهم مشاعر مختلطة الاتنين دربوا الفرقتين التانيين يعني ما كي ده درب الاتحاد وحسام درب المصري وكان ليه صوالات وجوالات هنا وده كان ليه صوالات وجوالات هنا اذا هنشوف النهاردة بقى يا تارا يا هل تارا نادي المصري ولا نادي الاتحاد السكنداري مواجهة من العيار الثقيل مباراة لو في الدور الممتاز هيبقى فيها كلام وكلام كتير جدا جدا سعيد قطة النهاردة اول مشاركة ليه مع نادي الاتحاد السكنداري هنشوف بقى ونتابع هل نادي الاتحاد ولا نادي المصري تسعين دقيقة كروية هنشوف ونتابع فيها هذا اللقاء والحوار الكروي الجميل نتوقع مباراة في منتهى الروع والامتاع محمد حمد زاكي لعب نادي الاتحاد ممتاز بالاتحاد بالزيل الابيض ونادي المصري بالزيل الاخضر في هذا اللقاء مباراة هي مباراة المصري فاللي بيغير هو الاتحاد ليه مباراة المصري قرعة يعني ما فيش حاجة اسمها ان النادي يبقى ليه يلعب بنفس الفانيلا بتاعته الا لو كان هو صاحب الارض طب الكاس مباريات الكؤوس بتبقى قرعة اللي يتشد اسمه الاول يبقى هو ده صاحب الملعب لكن الحقوق واقتسام عائد المباريات دي مفيش فيها كلام بربح حرة مباشرة لنادي الاتحاد السكنداري هنشوف بقى ونتابع اكتر من لاعب من نادي الاتحاد مميزين جدا بالتسديد من خارج منطقة الجزاء شايفانا رمي عادل لكن رمي عادل لما بيسدد بيسدد من مكان بعيد هل يطرى بقى رمي عادل ولا فتح مبروك والقارب وقادي التسديد لكن في الشباك من الخارج في الشباك من الخارج وهناك فرخ كبير جدا بين الشباك من الخارج والشباك من الداخل عملها اسامة بغنمي عملها اسامة لكن موصلها وقافل زوييته الدايقة تمام محمد عواد واقف ساند على العرض عشان كده ما بازلش فيها مجهود لانه هو ساند على العرض وطالما ساند على العرض يبقى مؤمن اي حاجة بعد كده تيجى على شماله تبقى بره الملعب على طول توصل الكورة لنادي المصري ناحية اليمين علاء شعبان امامية طويلة تترد من نادي الاتحاد مرة تانية توصل المصري في نص الملعب استلام من عمر موسى العرب بينية للسيد عبدالعال عمر موسى مرة تانية تملينا لو اتقطعت تعمل خطورة لو نادي الاتحاد بيضغط بيعمل بريس بادري جدا بيحاول يضغط على نادي المصري من بادري ودي السياسة اللي بتتباها حسان حسن بيعمل ضغط على الخصم وبيعمل تأمين دفاعي وهجمات مرتدة وبتمشي وبتيجي معاه بشكل كويس مميز جدا في الهجمات المرتدة نادي الاتحاد سكنداري وتحديدا مع العميد مع حسان حسن الاخو القوي عمر موسى ترجع وراك كورة لمحمد جبر مرة تانية عمر موسى في نص الملعب عمر بيدور هيلعب لمين يرجع وراك يرجع وراك خالص لحارس مرمى محمد عواد وجد ضلطي النادي المصري في محمد عواد محمد عواد عمل مباراة اكتر من رائعة مع النادي الاهلي مصري تعادل مع الاهلي والحمد لله بداية بداية مش حنقول نهاية الصراع لكن الحمد لله هي بداية وبداية جيدة امامية طويلة لنادي المصري في منطقة الخطورة لو عدة لكن ما يعديش محمد اشرف ويغطي بشكل كويس راني عادل وطلع كورة خارج الملعب رمي التماس لنادي المصري هارضة بيدق محمد اشرف دم حضراتكم في الصورة ولا المخرج معايا على الخط على طول محمد اشرف ناشئ النادي الاهلي السابق على طول توصل ناحية اليمين لنادي المصري علاء شعبان هارضة بيلعب في الخط الخلفي علاء شعبان على عكس ما كان بيبدأ دايما قدام كلاعب خط وسط مهاجم بيبدأ بعلاء شعبان واحمد داودة جبهة يمنى نارية نارية لكن الجبهة اليسرى بقى هناك وسامر بغانمي ووفاتح مبروك حيجدوا مشكلة في الزيادة العددية لان الجبهة اليوم لنادي المصري اتنين مميزين جدا جدا في الناحية الحجومية وبالتالي حتقى مشكلة مشكلة ومواجهة وصراعات الجبهات صراع الجبهات النهاردة هيبقى هو عنوان هذا اللقاء على طول تنبينة طويلة لنادي الاتحاق لنادي المصري لكن تغطية موجودة ومحمد سمير يا سلام يا سمير بيطلع كورة خارج الملعب تماس بدون فلسفة وده كلام مصبوط رمي التماس نادي المصري من ناحية الشمال عمر يحيى يلعب تمرير على طول السيد عبد العال كان بيلعب في نادي اا طلاقع الجيش السيد عبد العال قبل انضمامه للنادي المصري هادي البداية علاء شعبان علاء شعبان هتشوفه بدايته خط المنتصر هادي اللعب الكلام اللي بنقول عليه فعلا انطلاقه من ناحية اليمين وعضيت على شعبان لكن التغطية العكسية هيلة من رمز خالد لاعب السابق لنادي الشرقية لعب كوز جدا كويس جدا رمز الخالد ده اثبت كفاءة وجدار المصر النصر متقدم على المعادي والياخت بهدف مقابل لا شيء ده منهور حتى الان متعادل مع الوسطى بدون اهداف والمصري هنا والاتحاد تعادل سلبي بدون اهداف تلات مباريات بيقاموا في نفس التوقيت كل المباريات مع حضراتكم كل المباريات قدام حضراتكم على الشاشة وبنتابع اول باول ولو جب اهداف هنجيبها على الهواء مباشرة يعني اللي عايز يتابع اي مباراة معنا هنا ادي المحاولة حولة التزديد لكن هنا في اعاقة وضربة حرة مباشرة ادي اخوان كارلوس ماكيدا اخوان خسيمة كده اخوان كارلوس جاريدو اخوان خسيمة كده اتنين اسبانين ادي هنا بقى بيعلق رجله وضربة حرة مباشرة دي بقى بتاعت رامي دي تزديدات رامي عادل رامي عادل من المكان ده مميز جدا هادي محمد معادل حكم اللقاء بيطلب الطاقم الطبي عشان علاج لاعب نادي المصري هنشوفه انتابع او نادي الاتحاد لعب رجله لما بتفلد كده بيبقى فيه نوع من انواع فقدان الثقة او فقدان القدرة على الجسم وهنا فيه كمان لاعب واقع من نادي المصري ملن له السلامة طبعا ده ارضى فيه ان شاء الله مباراة اخرى غير التلات لقاءات اللي احنا بنقول عليهم وهنا هدف التعادل للمعادي والياخت يا على المفاجآت يا على مفاجآت الكقوس هدف التعادل للمعادي والياخت خطأ قاتل من حارس المرمى خطأ قاتل من حارس المرمى قاعدة حضراتكم شايفين دي طبعا يتحمل مسئوليتها بشكل كبير جدا حارس المرمى طلع على طريقة ماسك الهوى بايدايا يسمع ويمسك الهوى ولاعب نادي المعادي لا يجب صعوبة في ايداع الكورة في مرمى نادي النصر تعادل ايجابي ورامي رامي بيصدد لك ان تخبط في الحقيقة المشري فعلا هي دي تزديداة رامي وده مكان رامي بطوع الكورة توصل لنادي الاتحاد السكنداري وانطلاقة من ناحية الشمال تتلعب في نص الملعب بينية كده عايز لعبها البازوكا لكن مقطوعة يضغط ويجبها نادي المصري هجمة سريعة حلوة كورة ناحية اليمين داودة في انساحة هاي للعبد الحكيم عرضية داخل منطقة الجزاء لكن يطلع على طول يمسك يمسك حارس المرمى كعبوشة يتعادل للمعادي والياخت هو اسمه كده على فكرة كعبوشة في اسماء شهرة كده ليه اللاعبين ما تستغربوش ما في بازوكا عندنا في الملعب وفي قطة يعني كعبوشة ما فيش فيها مشكلة انطلاقة على طول من ناحية الشمال لايه نادي قال اتحاد سكنداري فتح مبروك يفتح الملعب ناحية الشمال وسامل بغنمي عامل في جابها يسرى قوية جدا قد انطلاقة خطيرة عرضية تخبط وتطلع ضربة مرمى خبطت الكورة ها لكن الكورة كانت عدت من قطة من ناحية الشمال قطة سعيد قطة اول مباراة لعبها ضد المصري سبحان الله اول مباراة لعبها بعد القيد تكون ضد نادي المصري نادي عواد المنتقل من نادي الاسماعيلي على سبيل الاعارة وليتها كانت شراء طبعا ده لسان حال جميع جمهور بورسعيد الجميل طبعا محمد عواد اثبت كفاءة كبيرة جدا جدا في اول مباراة شارك فيها مع النادي الاهلي تحضير لنادي المصري وادي التمريرة ناحية اليمين انطلاقة في الجنب اليمين عن طريق احمد ياسر احمد ياسر لعب السابق لنادي ويادي رجلة وادي واحدة حلوة على حدود منطقة الجزاء انطلاق اختلاق من محمود عبد الحكيم الحاوي يفشل في استلام الكورة توصل تاني لنادي الاتحاد سكنداري فاتح مبروكي رجع ورق لرامي عادل رامي عادل بيعمل تفديرة طويلة جدا في نص ملعب نادي الاتحاد لكن مقطوعة تاني لنادي المصري طراقة في الجنب اليمين شعبان عايز يطلع في الجنب اليمين لكن حمود عبد الحكيم ما يطلعش مود عبد الحكيم واخد الجابهة اليمنى وداودة واخد الجابهة اليسرى رامي التماس لنادي المصري بيدور شعبان هيلعب لمين ويتقدم نادي النصر مرة تانية العرضية داخل منطقة الجزاء احمد الصعيدي بيسجل الهدف التاني لنادي النصر هنجيب لحضراتكم الهدف على الهواء ادي اللعبة ادي نادي النصر والمعادي اتنين واحد سبحان الله سبحان الله يعني كان من دقيقتين واحد صفر بعد دقيقتين بقت اتنين واحد يا على المباراة ادي اللعبة مرة تانية وادي الانطلاق هو العرضية والمتابعة هيلة هنا برضو غلطة حارس المرمى يعني النهاردة مباراة وانها اخطاع حراس المرمى للفريقين اتنين نادي النصر واحد المعادي واليخت بمنهور حتى الان بيعاني مع الوسطى تعادل سلبي بدون اهداف بينما نادي المصري والاتحاد تعادل سلبي بدون اهداف التحضير لنادي قال التحاد السكنداري وهدو الانطلاقة في الجانب الايسر سعيد قطة قطة عايزي عادتي لكن تشتيت من عمر موسى يطلع وايه بعد الكورة توصل له فتح مبروك فتح مبروك بيعمل تمريرة طويلة استلام من محمد فاروق توصل في نصر الملعب ليه عبدالرحمن فاروق مرة تانية تمريرة ناحية الشمال قطة هنا واضح الدور المحوري اللي هيقوم بي قطة في هذا اللقاء اما مياه طويلة لا نادي الاتحاد سكنداري لكن بغطي بشكل كويس اوي عمر ياحياء ويوصلها البر الامان والسلامة وتطلع خارج الملعب ضربة مرمى ادي احمد داودة قطار سريع منطلق سواء من ناحية اليمين او من ناحية الشمال يلعب في الجنبين على فكرة وادي بقى اللعب محمد اشرف نشئين لنادي الاهلي وانتقل لنادي ورجع تاني على نادي المصري من لعبين الكويسين جدا على فكرة محمد اشرف دا لكن ما اخدش حظه ادي محمد اشرف اللي في رجل الكورة انطلق افترك من ناحية الشمال اتزنق لقى نفسه يا سلام ما يقوحش يلعب لباودة باودة حلوة في نص الملعب ممكن التمرير على طول سيد عبدالعال على حدود منطقة الجزاء تعطعت منه توصل تاني لنادي الاتحاد السكنداري ودي تمريرة طويلة جدا في اتجاه محمد فاروق بن زيمة لكن بغط موجود من محمد جابري ويطلع الكورة ويبعيد الخطورة وصل ناحية الشمال تاني عند احمد داودة داودة يا سلام يا داودة بيعد بشكل كويس عادة من بازوكا ودي انطلاقة في الجنب الشمال لكن بعيدة جدا بعيدة جدا هيلحق الكورة دي ازاي صعب جدا صعب جدا طبعا يلحق الكورة دي تطول وتوصل لادي الاتحاد السكنداري انطلاقة في الجنب اليمين لكن في السيد عبدالعال ومعام محمد فاروق السيد عبدالعال بيتعرض لعرقالة واللي عمل لعرقالة المهاجم تحضير لنادي المصري عمر موسى في نص الملعب كان اكتر لعب لمس الكورة عمر موسى يلعب لمحمد جبر لعمر موسى شوف لعب الاتحاد مقفلين ازاي شوف لعب الاتحاد مديقين المساحات ازاي شوف لعب الاتحاد مصعبينها على المصر في الاختراق ازاي هنا بقى ترجع لحارس المرمى لان مفيش حلول مفيش حلول هنا طبعا لازم يكون في دور لاعب اسم الحاوي يا سلام على مخرج المباراة عاية على على الخط لازم يكون في دور للاعب اسمه الحاوي اسمه محمود عبدالحكيم اللي جاد في رجل الكورة ده لازم هو اللي يقوم بدور حلقة الوصل لازم يقوم بدور الموصلاتي اللي بيوصل الكورة للمهاجمين هو ده دوره هو ديش اخصيته انطلاقة من ناحية الشمال لنادي الاتحاد في الجنب الشمال سعيد قطة يرتاح زاوية التبرير ممكن العرضية عرضية دربة الراس يمسك عواد يا سلام يا عواد يا سلام يا عواد رائع رائع عواد لكن شوف قطة وخضراته شوف قطة وعرضياته واختراقاته ادي قطة وادي ضربة الراس لكن يمسكها على طول كان محمد حمد زاكي اللي عمل ضربة الراس اللي فاتت حرك حلو اخذ الخطوة حلو حط نفسه امام المدافع وحطه في ظهره كلام مظبوط جدا ضربة الراس وجه تمام التمام لكن كان معاها عواد في المكان المطلوب والمعادل مصبوط محمد اشرف يرجع وراء ليه السيد عبدالعال بدايته كانت في نادي ده منهور السيد عبدالعال عمر موسى يلف حوالي نفسه عمر موسى ولعبها للسيد عبدالعال مرة تانية اللي بيعمل اماميات طويلة اطول من لازم توصل سهلة لحارس المرمى علي فرج اماميات طويلة محمد سمير تتردف نصف الملعب مرة تانية توصل لقطة سعيد قطة يعمل تمديره لكن مش مظبوط يا قطة تطول وتطلع لحارس المرمى محمد عواد اللي بيدور هيلعب لمين عواد احد لعبي منتخب الشباب عواد لكن ملعبش مع المتخب الاول عنده مساحة كمان يعمل فكرة كله جا اللعب الكرة في اللعب لا يلام ما بيضيعش وقت ولا حاجة حدش يقدر يكلمه طلب الكرة على الارض من حق اللاعب المنافس انه يضغط ويضغط عليه وممكن يقطعها وقادي هنا بيلعب بالنار بيلعب بالنار رامي عادر رامي عادر الكرات دي ما فيش فيها زار يا رامي لو اتقطعت انفراد تام وصريح هادي على طول تمرير تقطة حلوة في مساحة لكن هيلحق ولا مش هيلحق بقى نشوف ونتابع محمد اه اسامة البغانمي لكن اتقطعت من اسامة وضربت مرمى لانه دي المصري ده منهور بيتقدم على الوسطى بهدف لابو كونيه ابو بكر كونيه بيسجل الهدف الاول لده منهور بيتقدم به على الوسطى واحد صفر والمصري تعادل هدي ابو كونيه لسه احنا مباراتنا المباراة الوحيدة التي لم تعرف الاهداف همد عمر اكيد فرحوان مبسوط وبيكلم كوارشي تعليمات بقى دفاعية جديدة بعد هزا الهدف هنشوفه انتابع هادي اللاعب رقم 27 عمر يحيى اللي واضح كده ان هو حاطت قطن على اه في بقه يعني فيه اصابة فيه اللسة او فيه الفم مناله السلامة طبعا عمر يحيى ناحية الشمال عمر لعبها بينيه على طول توصل الكرة لعمر موسى اللي بيعمل امامية طويلة جدا وقطوعة من دفاع نادي الاتحاد هادي داودة هنا بقى الحاوي محمود عبد الحكيم محمود عبد الحكيم كان احد لاعبي منتخب مصر لكرة الخدم الخماسية ولعب صادق في نادي بيترو جيت طلاقة هايلة داودة داودة فتح جابهة حلوة وادي الممكن العرضية لكن هنا في رايا وصفارة تسلل على محمد اشرف اتاخر سنة اتاخر سنة في التمريض داودة هي دي هي السنة اللي عمل رجله فوق الكرة دي هي دي اللي خلت الراجل في موقف تسلل هادي ما كده وهادي داودة هيبقى مصدر خطورة مفيش كلام وازعاج مفيش كلام داودة هيبقى مصدر ازعاج لنادي الاتحاد وهادي امامية طويلة لكن سهلة في ايد محمد عوات يبقى اولا حد طريقة لعب نادي الاتحاد السكنداري بيعمل تقفيل دفاعي بشكل كويس بيبدأ دفاع منطقة ولكن مش من اول منطقة الجزاء او مش من التلت الدفاعي قوي بيعملها من نص الملعب من خط النص اول خط دفاعي لنادي الاتحاد هو خط المنتصر يبقى ازا دفاع منطقة متقدم زون ديفانس متقدم بيلعب من اول منطقة ايه اه او خط نص منتصف الملعب هدي عبدالله فاروق بيعمل فاول وكورة ممكن تشكل خطورة وضربة حرة لنادي المصري نادي المصري هو اللي بياخد زمام المبادرة هو اللي بيبدأ ودايما النادي الاتحاد اتعود يكون رد فعل وهادي العرضية سهلة جدا في ايد حارس المرمى علي فرج علي فرج بيبدأ التحضير ناحية شمال عند فاتح مبروك وهدي الانطلاقة في الجنب الشمال تاني عند قطة المرادي تمريرة حلوة في الجنب الشمال برضو الشغال جدا الجنب الشمال دلوقتي فاروق بنزيمة لقطة عايز يسقطع من فوق علاء شعبان لكن تخبط في علاء وتطلع خارج الملعب رمي التماس لقطة المحمد سمير سمير واشرف هنا بقى في قرار الدفعة من محمد اشرف هو اللي راجع بمحمد سمير ولمست في ايد محمد اشرف كمان يعني لمست يد على محمد اشرف التعادل السلبي بدون اهداف تعادل السلبي المصري والاتحاد فرقتين قوتين عظمتين في كرة القدم وعلى مستوى الجماهيرية فرقين من فرق البلاد من فرق المحافظات المصري هو برسعيد والاتحاد هو سيد البلد والبلد هي الاسكندرية هو سيد اسكندرية مفيش كلام الاتحاد هادي بقى فاروق عبد الرحمن فاروق وهو على الارض كده حد داس على ايده بتبقى مؤلمة جدا في ساعتها لكن هيقوم يكامبل ان شاء الله وهادي نتائج المباريات الحالية النصر انتهت مباراته انتهت انتهت مبارات الشوت الاول نتائج المباريات حاليا دلوقتي المصر متقدم على المعادي واليخت بهدفين مقابل هدف وحيد وحارس المرمى اصيب منذ تسجيل ابو كوني الهدف هادي اللعبة اللي اصيب فيها حارس المرمى فعلا رجله جات في رأس حارس المرمى اعتقد كانت لازم تتحسب بربة حرة على ابو كوني لكن عموما الف سلامة لحارس مرمى المعادي اه حارس مرمى الوسطى وانت لقى من ناحية الشمال وعرضية فين مكمل مين مكمل ابا تزديدة تخبر تاني وتوصل لبنزيمة فرصة خطيرة جدا فرصة خطيرة جدا لنادي الاتحاد السكنداري هنا بقى لو في حد مكمل من ناحية لمين من نادي الاتحاد كان هيبقى فيه كلام وكلام نادي الاتحاد ألف سلامة على حارس مرمى نادي الوسطى خرج من الملعب على سيارة الاسعاف حكيت طبعا هيروح هيتعمله اشعة على الرأس والتأكد ان ما فيش اي مشاكل اخرى والشوت الاول انتهى في ده منهور والوسطى بنفس النتيجة اللي قمناها لحضراتكم ده منهور متقدم على الوسطى بهدف مقابل لا شيء ازا هنكمل مع حضراتكم في المباراتين اللي بتلعبوا في نفس التوقيت المصري والاتحاد والنصر والمعادي والياختل حين بداية الشوت التاني من النصر والمعادي شوت الاول ايضا انتهى دلوقتي كمان يبقى كده متبقي بس مبارات المصري والاتحاد هنتابع مع حضراتكم لحين بداية الشوت التاني في المبارات الاخرى ونقول لحضراتكم اول باول حولة المرور والاختراق والامور من ناحية الشمال محمود عبد الحكيم الحاوي ولكن محمد عادل بيقول فيها مخالفة بربح حرة مباشرة للنادي المصري خلال خلال مازال واقع محمود عبد الحكيم مناله السلامة قدي الدفعة من محمد حمدي زاكي واضحة جدا بتعترض علي ايه يا محمد يا حمدي بتعترض علي ايه يا حمدي يا زاكي واضحة جدا طبعا هنا بقى ضربة حرة العاب الحاوي شوف الكسافة العددية الهجومية كبيرة جدا اتنين اربعة ست مهاجمين من نادر مصري ست مهاجمين من نادر مصري اتنين اربعة ست سبع مدافعين قدي العرضية داخل المنطقة ويطلع بالبوكس على طول علي فرج لسه فيها كلام ويلسون اكاكبو بيسدد لكن تخبط وتطلع خارج الملعب ضربة روكنية ادي ويلسون اكاكبو وضربة روكنية لنادي المصري هو اخصائي واستاذ ورئيس قسم الدربات السابتة محمود عبد الحكيم هو اللي رايح يلعبها لعب محمد عامر حارس مرمى الوسطى يعني بعد اللعبة تي قال لهم دايخ فطبعا الدوخة لازم يتطمنوا عليه طمن الناس طبعا ان شاء الله يكون مفيش حاجة لكن ده امر احترازي داخل منطقة الجزاء محاولة خطيرة جدا ويطلع دفاع نادي الاتحاد هنا بقى الهجمات المرتدة اللي بيلعب عليها نادي الاتحاد السكنداري بيعتمد على محطة كويسة القطة لانه ما برجعش يدافع فكرات العالية ما لهوش فكرات العالية بيعمل الهجمة المرتدة بتتلعب على قطة بيعمل كمحطة بيستلم ويستنى الارتداد من حالة الدفاع لحالة الهجوم بسرعة هي دي اللعبة اللي بيعتمد عليها حسام حسن دلوقتي غير عملية بناء الهجمة بالتضربة السليم والي ضربة حرة اسامة البوغانمي يلعب العرضية داخل المنطقة لكن يطلع دفاع نادي المصري وفي قرار في مخالفة ضربة حرة لها نادي المصري الاكسر سيطرة الاكسر استحواز الافضل نسبيا حتى الان لعبي نادي المصري لا دي ما كيدا وحسام حسن وحوار من نوع خاص الاتنين من المدرين الفنيين اللي مايحبوش يخسروا ابدا طبعا محدش بيحب يخسر ولكن الاتنين دول عندهم الحتة دي زيادة قوي والاتنين من اصحاب مدرسة الروح اللي دايما يحب يبث في اللاعبين الروح العالية جدا ان حسان بيتفوق شوية عنه لكن برضو بكيدا من المدرين الفنيين اللي عندهم الحتة دي قادي محمد فاروق انزيمة اتنين ضغطين عليه قاطعوا الكورة داودة بيحاول يسيطر على الكورة لكن في مخالفة ضربة حرة مباشرة للنادي المصري حمد عادل بيحتسب المخالفة جنب اللعبة تماما تماما قادي داودة فعلا فيها مخالفة قبل ما توصل لعبدالله فاروق كان رمزي خالد عامل العرقالة والاعاقة والضربة الحرة لنادي المصري السيد عبدالعاد بيقول هلعب لمين يلعب واحدة طويلة جدا في اتجاه محمد اشرف لكن كالعادة رامي عادل متقلق في الكورات العالية مرة تانية رمزي خالد وحوار ثنائبين وبين محمد اشرف يتفوق رمزي خالد لكن في صفارة ضربة حرة مباشرة للنادي المصري كترة الضربات الحرة للمصري على حدود منطقة الجزاء وكترة الخطور هنشوف بقى محمود عبدالحكيم متخصص الضربات السابتة اكيد هو اللي هيلعب وادي ويلسن اكاج بطالة وطالة محمد جابر وكل رواد الفضاء في الكورة البور سعيدية طلعين محمود عبدالحكيم والعرضية داخل منطقة الجزاء ويطلع من قدام حرص مرماه ويكمل عليها خارج الملعب محمد سمير ضربة روكنية لكن الكورة اللي فاتت دي في منتهى منتهى الخطورة يا رامي عادل تتلعب الكورة بسرعة ضربة روكنية طولت طولت هنا بقى الهجمة المرتدة السريعة هيعملوها ازاي طولت دي برضو دي طولت برضو لسه بنقول يا بوغنمي هتعملوا الهجمات المرتدة ازاي بوغنمي طولت منه الكورة سنة وهو بيزق الكورة وبيعمل والجري بكورة حارف الجري بكورة من المهارات الهامة جدا للعب كرة القدم اما حاجة الكورة وهي بتجري ما تبعدش عنك مطوعة خطيرة جدا محمد اشرف اللي اما ممكن 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 اشرف ممكن الاول يا حظك يا اشرف يا حظك يا اشرف لكن عملها حلوه عملها حلوه شوف الاخطاء بتعمل ايه شوف محمد سمير بيعمل ايه ومحمد اشرف قلتلكم لعب كويس قلتلكم لعب كويس شوف عده من واحد وعده كمان من التاني وعده تاني من محمد سمير محمد سمير يعني اتنين في واحد في اللعبة اللي فاتت غلطتين كبار جدا محمد سمير اللعب السابق للنادي الاهلي اهدي البينية والانطلاق قمرة تانية داخل منطقة الجزاء والانفراد لسه فيها كلام لسه فيها كلام خلاص خرس الكلام خلاص خرس الكلام يا احمد يا ياسر يا احمد يا ياسر انفرادين انفرادين تامين للاعب نادي المصري امام لاعب نادي الاتحاد السكندري مش اللاعبين بقى كمان بقى امام حرس المارمة انفراد تام وصريح مع حرس المارمة نتمنى طبعا ان نشوف كمان اهداف مع الانفرادات لكن الاهداف بقى مين اللي يسجل دي مش بتاعتنا لكن نشوفه نتابع الأهداف طبعا نلعب في ديال 29 من زمن الشوط الأول ونتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون أهداف النادي المصري ونادي الاتحاد السكنداري نعتذر لحضراتكم عن انقطاع الصورة طبعا من المصدر جوه بقى فيه هوا وفيه زي ما حضراتكم عارفين من استاذ الاسمعيلية المباراة بتقام وأكيد طبعا الأجواء الممطرة اللي احنا بنلعب فيها أكيد الهوائيات بتاعت استقبال المباريات بتبقى بتتعرض أكيد لموجات هوائية كبيرة جدا هذه انطلاقة هيلة من نادي قالت حاد سكندار رمزي خالد ممكن العرضية هذه العرضية فين التزديد لكن يا سلام شوف هنا بقى تقلق وإيجادة يستحق الإشادة في التمركز الرائع عمر موسى في اللقطة اللي فاتت على طول محاولات الهجمة المرتدة السريعة بقى هنا هذه أمامية طويلة لو لحق اللاعب ياسر ياسر لكن يا سلام يا فرج يا سلام يا علي فرج هنا بقى قايم بدور لبرو تمام التمام مغطي على خط ظهره ولا خط ظهره مظبوط مليون في المية علي فرج رتم اللقاء بقى أسرع رتم اللقاء بقى أحسن هذه اللعبة وهادي بقى لو عدت من علي فرج كان هيبقى فيها كلام وكلام شو في الروح شو في الروح بقول لحضراتكم من المدين الفنيين اللي عندهم روح عالية جدا 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 وفي لاعب واقع من نادي المصري من ناله السلامة طبعا واضح أنه عنده سبريين أنكل ده السيد عبد العال ده السيد عبد العال يا إما التواء في مفصل الكاحل يا إما حصل كدمة في كرة مشتركة مع أحد اللاعبين لعبي نادلت حد سكنداري مهم الإصابة في الكاحل هنا حسام حسن وحوار مع البغانمي شوف اللقطة اللي فاتت شوف اللقطة اللي فاتت وآدي أشرف لو لا لو لا يعني التوفيق وعدم التوفيق هي ما فيها شغل كده الرجل عدة من واحد وعدة من التاني وعملها بعيد عن حرس المرمى لكن هي خلاص القائم القائم قائم القائم قائم نزل الحمد لله السيد عبد العال ما فيش أي مشكلة أمامية طويلة من علي فرج واضح إن أسام حسن بيأكد شوية على الناحية الهجومية وتحديداً بيكلم أسامة البغانمي اللاعب التونسي السابق لعب سابق في نادي الترجي أسامة البغانمي قد على طول الكرة على حدود منطقة الجزاء أحمد ياسر عايز يستلم لكن الضغط موجود من نادي الاتحاد وفتح مبروك بالعبة حلوة ناحية اليمين محمد حمدي زاكي أين أنت محمد حمدي محمد حمدي شوفنا له ضربة رأس وحيدة وبعد كده اختفى رمز خالد وجد ضلته حسن حسن ناحية اليمين خلاص رمز خالد يعني لاعب من الطراز الرائع هنا بقى نشوف داودة وياخد إنذار عرقلة من الخلف إنذار مستحق لأحمد داودة عرقلة واعقة وخلفها مصحوبة بالبطاقة كلام مظبوط من محمد عادل فعلا إنذار يعني من غير ما نشوف الإنذار هي اللعبة تستحق الإنذار باينة جداً إنذار في ديئة 32 من زمن الشوت الأول لأحمد داودة ضربة حرة وبشرة لنادي الاتحاد السكنداري من ناحية اليمين فاتحي مبروك بيعملها بشماله عرضية عرضية غير مرضية وحشة جداً يا فاتحي على طول تشتيت في اتجاه محمد أشرف واضح إن برضو خطة أداء نادي الاتحاد السكنداري بتعتمل على الكرات الطويلة الأمامية لأي محمد أشرف اللي بيقوم ودي خطيرة جداً يا عواد خطيرة جداً يا عواد عواد ساب أرضه عواد ساب منطقة جزاؤه وبالتالي عمل مخالفة كان ممكن ياخد عليها إنذار شوف اللعبة شوف الانطلاقة بتاعت سعيد قطة لكن عمل لعبة فيها تهور شوية عواد عشان إيه؟ عشان ساب أرضه عشان ساب منطقة جزاؤه وكرة ما كانتش يتستاهل لأنه كان علاء شعبان موجود ما كانتش مستاهلة إن حارس المرمى يطلع إمتى يطلع حارس المرمى لما تتلعب الكرة في ظاهر المدافعين وما فيش حد مغطي لكن علاء شعبان مع اللاعب ملهاش لازم أطلوعك يا محمد يعود انت حارس كبير ولسه بنوشيب بيك ضربة حرة في منطقة الخطورة والتسديدة تغمط في الحارة البشري وترتد وتبقى ضربة ركنية ضربة ركنية ليه نادي الاتحاد السكنداري هادي اللاعب محمد جبر غبطت فيه كرة وطلعت ضربة ركنية حسيم حسن زي ما حضراتكم شايفين في الكادر كده ما بيبطلش تعليمات وتصليح دي حركات بقى ايه بتاعت ناشئين يعني الكلام دا اللي بتصلح لكل شوية اول باول دي ناشئين لكن هو من المدرسة دي قادر عرضية داخل المنطقة في منطقة الخطورة وهنا بقى ضربة ركنية يا سلام يا عواد الكرة كانت دخل المرمى خلاص من على خط المرمى بيطلعها محمد عواد عرضية ركنية في منتهى منتهى الخطورة مرة تانية ضربة ركنية في اقل من دقيقة ضربتين ركنيتين وقادر ركنية داخل المنطقة لكن دي مش زي اللي فاتت يطلع ويشتت على طول رامي التماس دفاع نادي المصري داخل المنطقة تاني محاولة المرور والاختراق والعبور والتزديدة من رامي ولمست في ايد لعب نادي المصري ومطالبات براكل الجزاء لكن هنا بقى محمد عادل قال له ممكن تكون لمست في ايده ولكن هنا العبرة ايه هل الكرة هي اللي راحت ليد اللاعب ويده ملهاش دعوة ولا ايده هي اللي راحت في اتجاه الكرة هي دي هو ده مبدأ احتساب لمسة اليد او راكلة الجزاء ما تفرقش لمسة اليد هي لمسة اليد في اي حتة لكن لو جوه المنطقة بتحتسب بتسهم راكل الجزاء لكن هي نفس المبدأ قادة العرضية داخل المنطقة نعديها في منطقة الخطورة لو عدت لو عدت لقلتها في منطقة الخطورة لكن ما تعديش توصل تاني لنادي المصري محمود عبد الحكيم رتم اللقاء بقى جميل اوي رتم اللقاء بقى جميل اوي او عارفين المباراة دي ناقصها ايه ناقصها هدف ناقصها هدف هنشوف بقى ايه هنشوف حاجة تانية هنشوف كريمة هنشوف تورتة هنشوف اداء راقي راقي من الفريقين لو حد جاب هدف اي بريستيج كروي حيتخلى عنه كلا الفريقين محمد حمد زاكي عايز يعدي لكن فيه اعاقة ودفعة ودربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد السكندري هدي الدفعة واضحة جدا طبعا من عمر يحيا شفت اللعبة اللي فاتت طبعا هي لمست في ايد اللعب ايوة يا رامي لمست ولكن هو اللي راح بايده ولا الكرة اللي راحت له ده الكلام عرضية خطيرة جدا ممكن الاول ممكن الاول يا سلام حلو الكلام حلو الكلام ودربة مرمى ليه اللاعب محمد بازوكا هو اللي كان مكمل في اللعطة اللي فاتت شوف اللعبة هدي بازوكا وعمالها والله من فوق حرس المرمى ولكن هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق التوفيق وعدم التوفيق هو اللي فصل في اللعبة اللي فاتت فيش توفيق يا بازوكا امامية طويلة من نادي الاتحاد السكنداري تعارات بقى في موسم الانتقالات الشتوية للاتحاد والنادي المصري اكيد مفيدة واكيد موجودين بازوكا نادي الزمالك وقطة من المصري وبلعب اول مباراة ضد المصري انطلاقة من قطة من ناحية الشمال في بعض المدرين الفنين كده بيبقى يعني ما تعرفش مش مقتنع بلاعب اللاعب نفسه ما اقنعوش نشوف اللعبة دي ونكمل قد انطلاقة حلوة من ناحية اليمين محمد حمد الزاكي داخل المنطقة عرضية عرضية غير مرضية وجهات نظر مديرين فنيين قد ترفع لاعب الى عنان السماء وقد تطيح بلاعب وتدفعه مش هنقول بقى في الارض لا الى الاعتزال اساسا بعض اللاعبين كده من كتر ما يزهق من عدم تواجده على المستطيل الاخضر او حتى في الثمانتاشر قد يلجأ الى اعتزال كرة القدم ولكن مدير فني اخر يرفع بلاعب الى عنان السماء ونفس اللاعب اللي غير مقتنع بين مدير الفني لو راح فرقة تانية ولاعب بشكل اساسي يعني على سبيل المثال قطة قطة لم يجد طريقه الى التشكيل الاساسية للنادي المصري لما بيروح وهيروح نادي زي التحادس سكنداري انا اتوقع هذه اللاعبة اللي لمست في ايد اللاعب طبعا لمست في ايده لكن الوضع التشريحي بتعيد اللاعب انها كانت جانبه توقع نجاح كبير جدا لقطة مع نادي التحادس سكنداري وقد يعيد التفكير في مكيدة لو استمر مع النادي المصري في الموسم القادم داودة عمر موسى الممائة طويلة من عمر يحيى تترد مرة تانية من محمد سمير في نص المرعب مخلفة وضربة حرة وسامة بوغانمي وانطلاقة في جنب الشمال رامي عادل اسامة بوغانمي مرة تانية رامي تمديرة طويلة بكمل من ناحية اليمين عبد الرحمن فاروق ولكن تطول من عبد الرحمن ما يلحقاش عبد الرحمن وتطلع خارج الملعب تماس للنادي المصري يتلعب رامية التماس يرد تاني عبد الله فاروق عبد الرحمن فاروق اخو عبد الله فاروق على فكرة يلحق في نادي حرص الحدود عبد الرحمن فاروق رامي التماس من ناحية الشمال عمر يحيى يلعب عليه الحاوي محمود عبد الحكيم مقطوع مرة تانية في نص الملعب توصل الكورة لبازوكا بازوكا استلام لكن مش تمام يا بازوكا عمد بازوكا توصل سهلة جدا لحارس المرمى عالي فارج بنلعب دي أربعين من زمن الشوط الأول ونتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون أهداف نادي المصري ونادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري في المركز 11 برصيد 22 نقطة بينما المصري في المركز 13 برصيد 21 نقطة وستطاع كلا الفريقين انهم يهربوا من منطقة الخطورة والاتنين كانوا مهددين بالتواجد في منطقة الخطورة رمي تماس للنادي أو ضربة حرة لنادي الاتحاد السكندري بالناحية اليمين العبى عبد الرحمن فاروق تحرك له رمزي خالد لكن ما يديلوش واضح ان عبد الرحمن واخد القرار هيعمل العرضية داخل منطقة الجزاء وفي خمس لاعبين من نادي الاتحاد داخل المنطقة عبد الرحمن بيعمل العرضية حلوة ضربة الرئاس دفاعية يطلع ويشتت وصل تاني لنادي الاتحاد السكندري على حدود المنطقة بالعبى لمحمد حمد زاكي داودة بيقطع عرقالة واعاقة مخالفة بدون بطاقة وخلصت فترة ما بين الشوطين للمباراتين التانيين النصر والمعادي واليخت اثنين واحد بدأ الشوط التاني وده منهوره الواسطة ايضا بدأ الشوط التاني ونزل حارس مرمى بديل في الواسطة بينما نادي المصري والاتحاد مباراة مباراتنا هنا بتلعب في استاد الاسماعيلية جميع مباريات نادي المصري بتوقان في الاسماعيلية بساسناء المصري والاهلي بتلعب طبعا في الجونة تمريلة طويلة في انتجاه محمد حمد زاكي وبالعبها باخر نفسه شوية بنزيمة توصل سهلا لمحمد عواد هادي اللاعب محمد جبر قلب الدفاع نادي المصري تمريلة طويلة استلام مش تمام من بازوكا مقطوع الكورة من بازوكا لكن بازوكا كان بيلعب في قلب الدفاع نهاردة موظف حسام حسن في لاعب الديفندر مدافع اه ولكن لاعب خط وسط مدافع مش بعيدة لاتنين المركزين دول ناس كتير بتلعب في هزين المركزين لان الواجبات بتاع المركزين دول وريمة جدا من بعض تحضير لنادر اتحاد رامي عادل هيعمل الامامية ولا ايه يلعب لمحمد سمير محمد سمير سقط واحدة عند محمد حمد زاكي توصل تاني لرامزي عايز يعدي رامزي لكن يجيبها محمد حمد زاكي كورة مزبوقة عند خط التماس وتشتيت من عمر يحيا لكن في عمر يحيا لكن في صفارة وضرب حرة مباشرة لصالح محمد حمد زاكي هادي اللعبة في دافعة طبعا عند محمد حمد زاكي او يعاقى ضرب حرة مباشرة لنادي الاتحاد السكنداري عبد الرحمن فاروق وتحرك هايل من محمد حمد عايز يعمل عرضية وهو بيجري لكن يرجع ويسندها وهدي عرضية هيلة 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 لكن ضربة الرازل فعية رائعة وهدي الضربة الخلفية المزدوجة يا سلام يا سلام دي لو في المرمة كان هيبها هدف عالمي كان هيبها هدف عالمي يا ابن زيم لكن عملها بشماله وشماله مش زي يمينه ولا نص يمينه انطلاقة داودة ايني انت يا داودة فقالنا فترة ما قلناش اسمك داودة من اللاعبين اللي عندهم انطلاقات هيلة جدا وده عبد الحكيم يبحث عن التمرير السحرية دايما محمود عبد الحكيم وفاصلته من اللاعبين الموهوبين ما يديش السهل ابدا ما يديش كده لعب جنبه يديله دا خلاص ما اي لعب ممكن يعمل كده لا هو بيدور على التمرير الغير متوقع فصيلة اللاعبين الموهوبين بيعملوا الكلام دا عرضية داخل منطقة الجزاء وهدي بقى التغطية الموجودة من فتح مبروك لكن اتزنها فتح مبروك وحجز على كورته وخد منها ضربة مرمة كان عايز يستلم لو استلم هدي احمد ياسر لو استلم فتح مبروك كانت بقى تضربة مرمة لكن تطلع كورة خارج الملعب ضربة مرمة ضربة مرمة لنادي الاتحاد السكنداري نلعب في ديه 44 من زمن الشوت الاول تعادل سلبي مزال قائم حتى الان متعة كرة القدم الحقيقية غائبة عن هذا اللقاء كرة القدم مفيش كلام هي لغة الإقناع والإمتاع الإقناع بالأهداف والنتيجة والإمتاع بالأداء الفان الجميل رمي التماس تطلع على طول توصل تاني ليه رمزي رمزي عايز يعد لكن ضغط عليه هنا بقى التفاهم وانسجان بين رمزي وعبد الرحمن فاروق لما بينطلق رمزي بيغطي وراه عبد الرحمن فاروق وبيفتح له بساحة عشان يعمل ينطلق فيها على الخط ادي رمزي وادي العرضية داخل المنطقة هنا بقى بنزينة معدية في منطقة الخطورة عند البغانمي وسامة البغانمي هيعمل ايه وسامة بيقرب له قطة عايز يمرر لقطة لكن مش عارف مرة تانية بيلف ويعمل العرضية يا ولد يا ولد يا وسامة لعب كويس لعب كويس مفيش كلام ادي انطلاقة مرة تانية لنادر اتحاد سكنداري لكن حكم اللقاء قال لقوم يا بازوكا ما فيهاش حاجة يا بازوكا ادي محمد بازوكا تطول الكرة وتطلع خارج الملعب ضربة مرمى لنادي المصري الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي لزمن الشوت الاول تعادل سلبي مازال قائم اعتقد شوت اول مش هنشوف فيه اكتر من دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع لان ما فيش فترة توقف كبيرة حصلت فيه الشوت الاول يعني بمعنى صح الشوت الاول هينتهي بنفس هزي النتيجة ادي بقى هنا صفر مش عارف صفر دي هي فعلا بجد ولا الرجل ما خدش بال قد ايها يا رجل يا رجل قلت لك دقيقة يا رجل انا قلت لك دقيقة انت عملت صفر وبعد كده عملت تلاتة لكن طبعا هي دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع واضح ان فيه مشكلة محمد سامي الحكم الرابع مع الارقام ايوة كده كلام مظبوط يا سامي كلام مظبوط يا سامي حمد عادل قال لجيها واحدة حرامي التماس لنادي المصري ولكن بغط موجود داودة تطلع مرة تانية خارج الملعب رامي التماس خلاص بنلعب في الدقيقة المحتسبة وقت بدل من الضائع ومازال التعادل السلبي قائم نادر مصري ونادر اتحاد حسبها ضربة حرة محمد عادل تتلعب الدربة الحرة على طول لعندي داودة تاني ومع رمزي يلعب داودة لكن تخبط في محمد حمدي زاكي وتطلع خارج الملعب رامي التماس محمد حمدي زاكي كان لعب سابق مع منتخب مصري للشباب لو تفتكر حضراتكم ويطلق حكم اللقاء محمد عادل صافراته معلنة ناية احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف النادي المصري ونادي الاتحاد السكندري اعزائي مشاهدي سي بي سي تو في كل مكان الى اللقاء باحداث الشوط التاني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 صفر اه ما فيهاش اهدف كتير لكن فيها هدف لكن احنا هنا نتمنى حتى نشوف هدف فرقتين كبار فرقتين تقال فرقتين كل فرقة الان من التانية لكن باكد لحضراتكم ان مش هي دي هتكون نتيجة المباراة لان ان شاء الله لابد من الحصول على فائز في مباريات الكؤوس. صفرة حكم اللقاء محمد عادل تعلن بداية احداث عشروت الاول. نادي الاتحاد سكنداري هيبقى علي من حضراتكم بالزير ابيض. ونادي المصري هيبقى علي شمال حضراتكم بالزي الاخضر. طبعا كلا الفرقين زي الاساسي الاخضر ولكن صاحب الملعب هو اللي بيختار و مباراة هي مباراة المصري هذا اللقاء. همامية طويلة لنادي الاتحاد سكنداري بيطلب محمد حمد يزاكي لمسة يد فعلا فيها لمسة يد وضرب حره مباشرة لنادي الاتحاد اسا كدامي. دار بحره لنادي الاتحاد. نادي الزملاء الاعلاميين. في استاذ الاسماعيلية. وهده العرضية داخل منطقة الجزاء سهلة في ايد عواد. مسكته حلوة للكورة. عواد لما بيطلع كده بيمسك الكورة بطريقة تطمن. في بعض الحراس بيمسك الكورة وتحس ان الكورة الحمد الله ما واعدش المرة دي. يا ترى المرة الجاية هتقع ولا هتمشي. يعني ده مسكته كويسة جدا عواد للكورة حارس مرمى حارس مرمى الحياة. عرقلة واعاقة. من قطة. وضرب حرة مباشرة. لنادي المصري. على شعبان بيلعب النهاردة باكي مين. لكن عنده قدرات هجومية بيلعب اساسا في الجنب اليمين. كلاعب خط وسط ايمان. ولكن انشوفه النهاردة موظفه مكيدة باكي مين عشان يستفيد من قدراته. الهجومية وكمان يستفيد من قدرات. لاعب زي احمد داودة ومحمود عبد الحكيم في الجنب اليمين. داودة بيعب شمال وعبد الحكيم بيلعب في العمق وبيميل ناحية اليمين. وبيدي الخط كله لعلق شعبان. لما بيضغط لما بيخش محمود عبد الحكيم بيلعب في القلب. بياخد الخط كله علق شعبان. هو متميز لما كان بياخد من نص الملعب بس. هنشوف بقى النهاردة بيوظفه اه مكيدة في الجنب اليمين كله. تبقى يمين. حتى الان الامور مشيا. بالنسبة يا علق شعبان. لكن بعد كده ايه اللي هيحصل? هنشوفه انتابع. باربة حرة. لنادي المصري. والبداية لنادي المصري هجومية وقوية. عبد الحكيم الحاوي عرضية مش معدية مقطوعة. توصل لنادي الاتحاد السكنداري. انطلاقة من قطة. قطة. يعدي. بيعمل سبرينت حلو. واضح ان هو عنده. اه يعني جاي جاهز. جاي جاهز بدنيا. تفرق كتير جدا اللي جاي لك ما بيلعبش ده ويكون جاهز بدنيا. تبقى ميزة كبيرة جدا. ميزة كبيرة جدا لاي مدير فني. بيجيب لاعب جديد ويكون اللاعب ده جاهز بدنيا. على طول بيشتغل معها تيك تيكي بس. وشغل خططي بس. ادي رأي الصفارات تسلل على نادي. المصري البورسعيدي. طبعا بنقول المصري البورسعيدي لان فيه مصري قاهري. هنا في القاهرة. ادي المساعد الاول ابراهيم عبدالوهاب وضرب حرة مباشرة. غير مباشرة لنادي. الاتحاد السكنداري تتلعب على طول لكن بتترد سهل الحارس المرضى محمد عواد. عواد هيعمل الامامية الطويلة. بتوصل في نص ملعب نادي الاتحاد لكن يرد بفتحي مبروك بدربة راس. عاجل في نص الملعب اسامة البوغانمي. هاللاعب التونسي صح بالخمسة وعشرين سنة موليد خمسة واحد تسعين اسامة البوغانمي. لعب في اتنين من اكبر اندي التونس. لعب في الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي. رامي التماس تتلعب على طول لنادي الاتحاد السكنداري. كان بيشترك في اللعبة اللي فاتت عمر يحيا. باك الشمال النادي. المصري. هادي داودة. يلعب لأسامة البوغانمي. لداودة مرة تانية. بواجل قدم الخارجي يا سلام على الانفراد يا سلام على الانفراد يا بنزيمة يا عالاشتراك. يا عالاشتراك والتوقيت العالمي يا عمر يا يحيا. عمر يحيا لباك الشمال افل وعمل التغطية العكسية وضم الجوة وغطى بشكل اكتر من رائع. اكتر من رائع. تاني يبقى انفراد تام وصريح لمحمد فاروق بنزيمة. هادي اسامة البوغانمي بياخد فاول بعد عرقلة عمر موسى ضربة حرة وبشرة لان نادي الاتحاد السكنداري. على طول تتلعب ناحية الشمال لرامي عادل. رامي بيعمل تمديدة طويلة قطرية في الجنب اليمين. عايز استلم ويعدي كده من ناحية اليمين محمد حمدي لكن ضغط عليه مش سايبه. مش سايبه لباك الشمال عمر يحيا. ورامي تماس لنادي الاتحاد تتلعب على طول رامزي. رامزي حلوة. رامزي خالد يعمل تمديدة قطرية في الناحية العكسية عند قطة. قطة واحد ده واحد ممكن يعدي لكن معاه. مغطي بشكل كويس على شعبان. حطى رجل في توقيت مناسب جدا. طلقت الكورة خارج الملعب ضربة روكنية. هادي سعيد قطة. والضربة روكنية. الاسكندرانية. لسيد البلد نادي الاتحاد. ضربة روكنية تتلعب على طول داخل منطقة الجزاء وضربة الرأس دفاعية. ايه ايه فتح ايه. هادي السيد عبد العالم. وعبات حلوة. وعبات حلوة. بس. ارامي التماس عبد الرحمن فاروق. هل تخد بياخدها مرة تانية وبعمل عرضية حلوة. ويطلع دفاع. نادي المصري ويلسون اكاجبو. بودة. الهجمة مرتدة سريعة. الحاوي بالعابة حلوة. الاشرف. اشرف. انطلق. اختارك. حط رجله يا سلام يا سمير. يا سلام يا سمير توقيتك مثالي. فقطع الكرة اللي فاتت. حط رجله في توقيت حلو جدا. اقطع الكرة. وهدي عرقلة لعبد العالم. ودرب حرة مباشرة. باعتذر له بن زيمة. خد رجله السابتة. وانه انه الجسد قوي جدا بن زيمة. محمد فاروق بن زيمة. متقل من نادي مصري مقاصة. محمد فاروق. النصر بيرفع رصيده من الاهداف الى الرقم ستة. ستة واحد. كانت واحد صفر. بقت واحد واحد. ومن ساعتها الاهداف تتوالى على مرمى المعادي والياخت. يمكن حظه مش كويس المعادي والياخت انه قابل نادي النصر بعد ما استوى. بعد ما استوى. طب واستوى في الدور الممتاز. واخد الخبرات. نادي النصر في الدور الممتاز. وبدأ ابتداءا كده من اسبوع العاشر. يستعيد توازنه ويقدم مباريات قوية جدا حتى لو خسر بيبقى يعني بحاجة بسيطة جدا. تحت اصامة تحت اصامة طلاقة من ناحية الشمال وادي العرضية. فكرنا كده باداء نادي الرجاء الموسم الماضي. اللي استعاد توازنه في الدور التاني بالكامل. وعمل ما يشبه الاعجاز بالبقاء في الدور الممتاز. ودي هنا بقى هدف التاني لنادي ضمنهور. في هذا اللقاء. عزائي المشاهدين. مشاهدي سي بي سي تو في كل مكان. ده حمادة الغنان. هادي اللعبة. تتلعب حلوة الحمادة. حمادة انفراد من ناحية الشمال. فتح زاوية التزديد. وبشماله عملها على شمال حارس المرمى. بيسجل الهدف التاني لضمنهور. هادي ابو العنين شحاتة. مدرب العام لنادي ضمنهور مع الكابتن. او مدرب المساعد مع نادي ضمنهور مع الكابتن. محمد عمر. هذه كرة كده في الكواليس من وراء ظهر حكم اللقاء. وشعبان كان بيشتيك الحكم اللقاء. امامها طويلة بن زيمة. معطوعة لكن في راية وصفارة. كان في تسلل. زي ما قال المساعد التاني احمد عطية. وضرب حرة غير مباشرة. شوف اللعبة مرة تانية. هادي اللعبة. مش عارف الحياة تسلل فين. لكن عموما ضرب حرة غير مباشرة. يرد محمد سمير. عالية في نص المرعب. توصل الكورة عند عمر موسى تشتيت من قطة. عالية عند خط المنتصف. محمد فاروق بن زيمة. لكن السيد عبدالعال بيطع من قدامه. ويمرر الكورة. لكن ما توصلش لمحمود عبدالحكيم الحاوي. وتطلع خارج المرعب رامي التماس. لنادي المصر. النادي الاتحاد. تحديد في نص المرعب عمر موسى بيرجع وراء. لرامي عادل. اللي بيعمل تمديرة طويلة جدا ناحية الشمال. لو عدت تعمل خطورة. ما تعديش من الباك اليمين علاء شعبان. واضح ان علاء شعبان هيكون عليه عبق كبير دفاعيا في الشوط التاني. نادي الاتحاد. مركز قوي في الجنب اليمين. للمصري. او جنب الشمال لنادي الاتحاد. وانطلقات بقى الجنب الشمال لنادي الاتحاد. عن طريق قطة. سعيد قطة. ومثبت فتح مبروك. ما بيكملش ابدا فتح مبروك. في الناحية الهجومية. مع العلم ان احنا عارفين قدراته الهجومية فتح مبروك. لكن مثبته بيستعد وعامل به احتياط حسام حسن. لانطلاقات الخطيرة جدا من الجنب اليمين. سواء من علاء شعبان ومحمود عبد الحكيم. لكن احنا شايفين دلوقتي. ما فيش انطلاقات. وعلاق شعبان متسبت. فلو شفنا انطلاق من ناحية الشمال وزيادة عددية من فتح مبروك. مع سعيد قطة في الجنب الشمال. اعتقد هنشوف فرص خطيرة لنادي الاتحاد. مشكلة اللقاء النهاردة ان الفرقتين خايفين يخسروا. ان الفرقتين عاملين حساب بعض. زيادة عن اللزوم شوية. دربة حرة. محمد عواد يلعبها طويلة. وادي لمسة من رامي عادل. وسامة البوغانمي. يرجع وراء تاني الرامي. عمر موسى من لمسة واحدة مش مظبوطة يا عمر. لكن يرجع بها وراء توصل رامزي خالد. لعمر موسى مرة تانية. ليه رامزي خالد. توصل ناحية الشمال لفاتح مبروك. فاتح مبروك وانطلاقة من بوغانمي. اللاعب التونسي بوغانمي. لسه بيدور هيلعب لمين? يلعب امامية حلوة حلوة قوي 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 على حدود المنطقة. وادي اللامسة الحلوة من بنزيمة. فاروق بنزيمة ناحية الشمال لقطة. ولسون اكاكبو قطة. لعب يعني عنيف شوية ولسون اكاكبو. تدخلاته قوية جدا. رامي التماس لنادي المصري. تتلعب على طول رامة التماس سعيد قطة. هتشوف بقى ونتابع. نادي الاتحاد هيعمل ايه? دلوقتي مسيطر. دلوقتي مستحوز. لكن يا طرى يا هلطرى. هيعمل ويحول هذا الاستحواز لحاجة ايجابية. ده اللي هنشوف ونتابعه. ودي التمريره طويلة جدا. ناحية الشمال عند قطة وتدخل قوي جدا. تدخل قوي جدا مع قطة. وهو وايح كده بيطلب الكارت الاسفر. لعلاء شعبان. لكن حكم اللقاء. ده الهدف السادس لنادي المصر. وهو هو برضو نفس اللاعب. لا ده مشوية. هدي العرضية لنادي الاتحاد السكنداري. تغبط على طول وتطلع خارج الملعب. يطلع خارج منطقة الجزاء. يطلع على طول حارس المرمة. هدي اللاعب. ويلسون اكاجبو. الصعيدي. هو اللي بيسجل فعلا الهدف. احمد الصعيدي. بيسجل الهدف السادس. لنادي النصر. بينما التعادل السلبي. هو سيد الموقف هنا. في استاد. الاسماعلي. عايزين نشوف اهداف. عايزين المباراة. ما تخلصش كده. ما تنتهيش كده. نتمنى طبعا نشوف اهداف. الهداف هي المتعة الحقيقية. لكرة القدم. كرة القدم مفيش كلام. هي لغة الاقناع والامتاع. الاقناع بالاهداف والنتيجة. والامتاع بالاداء الفني الجميل. حتى الان ليس لدينا اقناع. والامتاع يأتينا على فترات متبعدة. نتمنى ان يأتينا الاقناع. والامتاع يأتينا على فترات متقربة جدا. محاولات نادي الانتحاد. ومحاولات النادي المصري. ولكن. ولكن حتى الان لسه. لسه. ما زبطش اي حد من الفرقتين. هادي ويلسون اكاجبو اللاعب الغاني. المحترف في صفوف النادي المصري. وتدخل قوي مع ويلسون اكاجبو. المرادي هو اللي بيتعرض. للازاء. من قطة. قرب حرة مباشرة. للنادي المصري. تتلعب على طول طويلة. على حدود منطقة الجزاء اشرف. ومعام حمد سمير. لكن التغطية موجودة. من خط ظهر نادي. الاتحاد السكنداري. زي ما حضراتكم شايفين. رجع تاني نادي الاتحاد. لما كان عليه في الشوط الاول. والانكماش الدفاعي. والاعتماد على دفاع المنطقة. اللي بيبدأ خطه دفاعه الاول. من. منطقة خط المنتصف. وهادي نتائج اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة. دي نتائج الحالية. مباراتنا هنا التعادل بدون اهداف. المصر ما زال متقدم على المعادي واليخت. ستة واحد. واثنين صفر ده منهور متقدم على نادي الوسطى. هنا عايزين اهداف. عايزين اهداف. عايزين نمتع حضراتكم. وحضراتكم تستمتعوا معنا. بالاهداف. لان هي. الاهداف هي اللغة الرسمية. التي تعترف بها دولة كرة القدم. غير كده ما فيش. غير كده ما تقوليش. وهدي تشتيت على طول. تطلع كرة خارج الملعب رمي التماس. رمي التماس تاني. لنادي الاتحاد السكندري من ناحية الشمال. تطلع برمي التماس. لسه ما تلعبتش. تحركات اه لكن لسه ما تلعبتش كرة. تطلع برمي التماس فاتحي مبروك. حاول يعادل من ناحية الشمال. توصل الكرة عند قطة. بغت موجود من نادي الاتحاد. لكن تخبط الكرة فاتحي مبروك. وتطلع خارج الملعب. تماثي المرادي بقى لصالح نادي. المصر. رمي التماس تطلعب على طول. يجبها تاني نادي الاتحاد السكندري. هاولي سيطر عليها اسامة البغنمي. لكن ياخد منها رمي التماس تاني. فاتحي مبروك على التنفيذ. تطلع برمية التماس. والتشتيت موجود من دفاع نادي الاتحاد. نادي المصري البورسعيدي. يضغط ويجبها تاني المصري. هنا بقى الهجمة المرتدة سريعة. احمد ياسر هيعملوها ازاي. يعكس الملعب حلوة ناحية الشمال. ودى انطلاقة. من داودة. لكن يطلع من قدامه خارج الملعب رمي التماس تاني. لنادي المصري من ناحية الشمال. لو داس على كورتو داودة. كان هيبقى فيها خطورة شديدة جدا جدا. على النادي المصري. او على نادي الاتحاد السكنداري. النادي المصري. تحضير ويلسون اكاجبو. هتخد حلوة. اول مرة نشوف ويلسون اكاجبو. في الناحية الهجومية. اول مرة. تطول منه كورة. هو عينه ودماغه كلها. وتفكيره ان هو امتى يرجع. ازاي يرجع. عشان كده الكورة طولت. وكان عايز بيفكر يرجع بسرعة ازاي. وهنا بقى اول تبديل للنادي المصري. اول تبديل للنادي المصري. هيخرج احمد ياسر. لعب رقم تمنتاشر. وينزل احمد رقوف. احمد رقوف. راس حربة صريح. رقم سبعتاشر. المنتقل من النادي الاهلي. يبقى التبديل ده. بالعقل كده. يدل على ايه. يدل على ان. الراجل مكيه ده عايز يكسب. عايز يخطف. عايز يسبت واحد. في المنطقة الهجومية. وهو احمد رقوف. احمد ياسر بيلعب من تحت. لكن زي ما انتم شايفين كده احمد رقوف هيبقى هو راس الحربة الصريح. واحمد اشرف. بيميل شوية ناحية الشمال شوية. هيبقى. احمد رقوف هو راس الحربة الصريح. وتحته تلاتة. داودة شمال عبد الحكيم في القلب. نشوف العرضية ونكمل. تخبط وتطلع. داودة شمال عبد الحكيم في القلب. ومحمد اشرف. هيبقى ناحية اليمين. هنشوف ونتابع. فكر مكيدة. وفكر نادي الاتحاد. وبقيادة حسام حسن. هل بقى ممكن نشوف. تبديل مضاد. هنشوف ونتابع. بكعب الرجل تدخل داخل منطقة الجزالة. كان يطلعها وشات الدفاع نادي. المصري. هاول عليها عمر موسى. لكن في مخالفة. وضرب حرة في صالح نادي. الاتحاد السكندري. سكندري. درب حرة مباشرة لنادي الاتحاد السكندري. دقيقة خمسة وستين. الدقيقة عشرين من زمن الشرط التاني. والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون اهداف. هل يا ترى بقى ممكن توصل. لركلات ترجيح من نقطة الجزاء. هنشوفه نتابع. تزديد اي كلام. واستلام وحش اوي يا بن زيمة. اللعبة اللي فاتت دي كان لازم تستلمها كويس. وتواجه المرمى وتسدد. لكن بن زيمة. كنتروله ما كانش كويس فيه اللقطة اللي فاتت. لو استلم كويس كان هيبقى شبه انفراد مع حارس المرمى. حرامي التماس هدي بن زيمة اللي بنتكلم عنه. عمد فاروق الشهير ببن زيمة. طبعا من نسبة الى كريم بن زيمة. نجم الشهير. وصاحب الاصول الجزائرية فرنسي الجنسية. لعب المارنجي. لعب الريال مادريد الاسباني. من نسبة بقى النهاردة مباراة ولا اقوى في كاس الملك. مباراة ولا اقوى. ساعة 9 ان شاء الله. شوف العرضية ضربة الرأس. فين لكن يطلع. عواد ترتد مرة تانية. مرة تانية محاولة بن زيمة داخل منطقة الجزاء. عرضية والتزديدة قوية. دمعا ما انهاش عرضية. ده عملها بازوكا تزديدة قوية. قوية جدا تطول وتطلع خارج الملعب. ضربة مارمى لكن حلوة. حلوة يا بازوكا. بازوكا بيطلع تزديدة شبه اسمه. شبه اسمه يا سلام لفه وسطه حلوة قوي. ونعبها فوق المقص مفيش يردى او يردى ونص. فقول لحضراتكم النهار ده مباراة ولا اقوى. مباراة العودة. في كاس المالك بين الديربي. الريال مادريد واتليتكو مادريد. واللي بيخلي ويزيد من صعوبة اللقاء. مباراة الزهاب اللي انتهت بفوز اتليتكو مادريد. بهدفين مقابل لا شيء. يبقى الريال مطالب على الاقل اتنين صفر عشان يتعادل ويلعبوا ركلات ترجيح. او انه يكسب تلاتة او اكتر من فارق اتنين. امور صعبة جدا بالنسبة للريال. مباراة في سانتياجو بيرنابيو. هنشوف هيحصل ايه? وهنشوف النهار ده هيحصل ايه في مباراتنا هنا. المصري والاتحاد اللي حتى الان تعادلها السلبي هو المسيطر على اجواء اللقاء. مباراة وحيدة انتهت بركلات الترجيح من نقطة الجزاء في دور الاثنين وثلاثين. وهي مباراة وادي دجلة وغزل دومياط. انتهت احداثها في شوتها الاول والتاني. بالتعادل الايجابي اتنين اتنين. مناما الدخلية فاز على المنصورة اتنين واحد. ودجلة فاز على غزل دومياط بعد عشر ركلات ترجيح. عشر ركلات ترجيح. وصلت لحارسين المرمى هم اللي لعبوا. بيع حارس المرمى. وسجل حارس المرمى الاخر. تحضير لنادي. الاتحاد السكنداري. حسامة البوغانمي. نشاط ملحوظ بقى انه يمكن دقتين ثلاثة لنادي الاتحاد. وانطلاق القطة. قطة اللي اتنقل ناحية اليمين. وهنا بقى التعديل التيكتيك اللي عمله. حسام حسن. لعب اللي بلعب برجل الشمال لما بلعب يمين ببع على عدلته. وده عرضية حلوة. داخل المنطقة. حمد زاكي ضربة الراس. يا ولد يا ولد. يا ولد يا حمد يا زاكي. هايل. هايل في ضربات الراس محمد حمد زاكي. ولعبها حلوة قوي. ووجه. لكن شوف العرضية الجميلة. شوف العرضية الجميلة. وضربة الراس عواد لو في المرمى. كان هيلقيها جوه المرمى. لو الكرة دي متوجهة في اتجاه المرمى. كانش هيقدر اعمل لها اي حاجة محمد عواد. ضربة المرمى محمد عواد بيعمل تمديرته الطويلة. كالعادة في نص ملعب نادي. الاتحاد السكنداري وفي مخالفة. الوسبة على الخصم. وضربة حرة مباشرة لنادي المصري. هبط اداءه شوية. بانه يمكن 3-4 دقايق نادي المصري. ولكن هنشوف بقى. هل هيأكد وقادي ركلة جزاء. في مباراة ده منهور والوسطى. وبيضيع لاعب الوسطى. ركلة الجزاء بشكل غريب جدا. لعبها عالية جدا. عالية جدا. مع العلم ان حارس المرمى يعني اترمى في الزاوية التانية. ركلات الجزاء او ركلات الترجيح. بتبقى ركلات الاهدق اعصابا هو اللي بيتفوق فيها. صاحب تيها تكنيك. ولكن الاعصاب بتلعب فيها دور كبير جدا. وهدي فاتح مبروك. يعني بيدخل داخل جندا اوي على اللاعب عمر موسى. لكن قام الحمد لله عمر ما فيش مشكلة. نلعف ديها خمسة وعشرين من زمن الشوط التاني والنتيجة ما زالت. التعادل الايجابي بدون اهداف. التعادل السلبي بدون اهداف. وبتنتهي مباراة النصر والمعادي واليخت. بفوز نادي النصر بستة اهداف مقابل هدف وحيد. ادي هدف ويا محمد رفاعي ويا اللاعب رقم عشرة. وادي مرة تانية هدف اللاعب كريم عطى. لاعب رقم تمانية. واهداف الصعيدي طبعا. مباراة. كانت حافلة بالاصارة والندية ومليئة بالغزارة التهديفية. ضربة حرة لنادي الاتحاد السكنداري. تلعب حلوة ناحية الشمال في جنب الفوضي لكن في ظهره شوية لغطة. غطة بسترين. والمساعدة التاني بيقول ان الكرة خرجت خارج الملعب. رمي التماس. لايه النادي المصري. العابة عمر رياحي العابة طويلة اللي محمد اشرف. محمد اشرف ضغط موجود من نادر الاتحاد. حطوا في ظهره يا ولد العيد كلام مظبوط جدا. ترجع ورا تاني لنادي الاتحاد. مباراة ضمنهور كمان انتهت بصعود ضمنهور. بالفوض اتنين لا شيء على الواسطة. والنصر ستة واحد. الف مبروك لضمنهور. الف مبروك للواسطة. يبقى الف مبروك لضمنهور. الف مبروك للنصر. هارد لاك للواسطة. وهارد لاك للمعادي والياخت. يبقى كده حتى الان الامور ماشية. في نصابها السليم. في اتجاهها الصحيح. اللي هو الوضع العادي. الوضع الطبيعي. ان فريف الدور الممتاز بيكسب. وبيلعب فريف الدرجة التانية او التالتة. الزمالك كل الفرق طبعا. فازت فرق الدور الممتاز. فازت على الفرق الاخرى. وحتى الان كل اعضاء دور الستاشر من الدور الممتاز. الزمالك فاز على النجوم المستقبل اتنين واحد. مقاصة فاز على الاسيوتي تلاتة اتنين. والاثنين من الدور الممتاز. ولكن واحد فيهم صعد من الدور الممتاز. الحدود فاز على مالية كفر الزياد تلاتة لا شيء. الداخلية فاز على منصورة اتنين واحد. ودي دجلا فاز على غزة دوميات بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. ودمنهور فاز على الوسطة اتنين صفر. والنصر فاز على المعادي ستة واحد. في السبع المباريات اللي اتلعبوا. سبع وعشرين هدف حتى الان. ونبحث عن الهدف رقم تمانية وعشرين. نأمل ان يكون في هذا اللقاء. قبل مباراة الاهلي وطهت خمسة ونص ان شاء الله. امامية طويلة داخل منطقة الجزاء. لكن تشتيت موجود من دفاع نادر اتحاد. اشرف العابة حلوة والسرع كاجبه تزديدة لكن تخبر. وتوصل سهلة جدا لحارس المرمى. علي فرج. هذه اللامسة من محمد اشرف. لكن اللعبة ليه جاء ضعيفة؟ لان الكرة تحت جسمه. تحت رجله. تحت رجله دي يعني مش. لازم يمرجح. بيعتمد على مرجحة الرجل فقط. مفيش اقتراب. ومرجحة وتزديد. هي دي اللي بتخلي اللعبة والتزديدة قوية. فتح مبروك. بيعمل تمريره سيارة. يلماها يا ولد يا لعيب. اسامة البغان من الكعب الرجل. لكن معطوه على كورة. هاد ما برتده سريعا لنادر مصري داودة. داودة اين انطلاقاتك داودة. اين اختلاقاتك داودة. محمود عبد الحكيم وجبها اليوم المعطلة. وداودة بقى بينطلق من ناحية اليمين. المرة دي بينطلق. داودة من ناحية اليمين عايز يعدل. لكن معاه رامي عادل. وداودة بيغطي مرة تانية. وتغطية من اتنين. من نادد اتحاد سكندالي. وبيتطعوها بشكل كويس. فاتح مبروك بيقطع. لمسة وهاته خد حلوة انطلاقة من بازوكا. بازوكا في الجنب الشمال. عايز يعدي بازوكا. اه يعني. جرأة. جرأة هجومية بازوكا. تترد الكورة. لمحمد اشرف. السيد عبدالعال في نص الملعب بالعب العمر موسى. بيقرب له داودة. اللي واضح ان اخد حرية حركة خلاص. سيبك من الشمال. العب يمين. العب في النص ما فيش مشكلة عندك قدراتك. عندك مهاراتك. طلع. قدراتك فيه. المستطيل الاخضر. عرقلة واعاقة. ومخلفة بدون بطاقة ودرب حرة. مباشرة لنادي المصري. عرقلة. محمد اشرف تتلعب الكورة على طول. لا يا عبدالحكيم يلم كورته على شمال وبيسدد. لكن ضعيفة جدا. ضعيفة جدا يا عبدالحكيم. قائد نادي المصري برسعيدي في هذا اللقاء. توصل الكورة لعلي فرج حارس المرمى. على مهله خالص علي فرج. هيعمل بقى التمليلة طويلة. طويلة جدا من علي. عندي منزيمة لكن بيلطع من قدامه على طول محمد جابرت وصلتان الويلسون اللاعب الغاني بيريحها ويلسون لحارس مرمى محمد عواد. بهدوء اعصاب يحسد عليه. وهنا فيه مخالفة وضربة حرة مباشرة. ليه النادي المصري. هاد اللعبة محمد سميل كانت تدخل مع احمد رعوف. شباب 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 شباب. بوص ساعة مرت من زمن الشوت. التاني والنتيجة ما زالت. التعادل السلبي بدون اهداف. النادي المصري ونادي الاتحاد. و الضربة الحرة. العابة محمود عبد الحكيم سقط واحدة داخل منطقة الجزائي. طلع دفاع نادي الاتحاد السكنداري هنا بقى المرتدات السريعة بينية من خالد اسامة اه ادي خالد رمزي خالد واسامة البوغانمي بيقرب له وبيزهر له لكن مادلوش عمل له عرقلة واعاقة اللاعب عمر موسى وعطى الهجمة يعني كانت ممكن تكون خطيرة جدا جدا حتى الان نادي الاتحاد ما عملش اي تبديلات وده اول تبديل هيخرج قطة وينزل خميس حسني الشهير بخميس بيسو اللاعب الشاب لعب صغير لعب منتخب الشباب خميس بيسو من اللاعبين الكويسين على فكرة في نص الملعب جدا لكن القدرات الهجومية قلت بخروج قطة تعرف كده حسام حسن عايز يودينا الفين شغلها في مخة كده ودورها اتعرف حسام حسن عايز يودينا الفين باقي تلاتاشر دقيقة وبكده بيقول لك حسام حسن لو مجبتش جون ما يدخلش فيها جون ما اخسرش المباراة على اخر اه عشر دقايق كده وانا عامل مباراة كويسة ركلات الترجيح يبقى فيها كلام تاني ده لسان حال حسام حسن ده ايه الاخيرة من عمر اللقاء شعار واحد فقط ما يدخلش فيها هدف يرد محمد ساميه في نص الملعب على طول داودة فالسف فيها شوية تقاطعت منه يدغط ويجبها داودة مرة تانية يجبها داودة ينطلق داودة يلعبه في الجنب اليمين داودة في الجنب اليمين انطلاقة من محمود عبدالحكيم وجدت نظر نهاردة مفتقد علاء شعبان في الجنب اليمين نادي المصري عبدالحكيم بيرجع وراء لعمر موسى جنبه السيد عبدالعال بيلعبها له السيد عبدالعال عشان استلم مش كويس فمره مش كويس وهنا بقى اتقطعت الكورة هاجم برتدة سريعة قلي بقى انطلاقة من رمزي خالد في الجنب اليمين ينعب ايه بن زيمة بن زيمة يرجع وراء توصل الكورة عندي بيسو اول لانسة من خميس بيسو وقادي ادفع دفع كهو جدا عبد الرحمن فاروق كان عايز يعدي من ناحية اليمين لكن بيديه كتف كده وكوع عمر يحيا وياخد منها ضربة حرة مباشرة النادي الاتحاد سكنداري ضربة حرة لنادي الاتحاد من ناحية اليمين تتلعب على طول عرضية داخل المنطقة في منطقة الخطورة ضربة الراس هنا شوف اللي بركز الوحيد اللي بركز الوحيد هو عواد واضح ان فيه شد لبازوكا في اللقطة اللي فاتت يا سلام يا سلام على اللقطة الحلوة يا سلام عليك يا عمر ياموس يا سلام عليك يا عمر ياموس ادي كان اللعبة اللي فاتت وادي على شعبان وبازوكا بيحاول يلمس لكن واضح ان جاله شده هو بيحاول يعمل الارتقاء شوف عمر موسى وجماله شوف عمر موسى وجماله شوف كمان محمد جبر وروعته هي دي لقطة المباراة لقطة المباراة اللي اتنين اللي بيحاولوا يخلصوه من الشد هم اللي اتنين المنافسين ومش حنقول خصوم لان ما فيش خصومة في الرياضة ادي بودلاء الفرقتين وبودلاء نادل اتحاد بيسخانه ابراهيم فرج واكرم عبد الربو نزل خميس حسني موجود علاء كمال موجود محمد عادل موجود باسمعيد محمد ياسر على فكرة في محمد عادل اخر من نادي اه الاتحاد سكنداري برضو من نادي المصري موجود مع نادي مع اه منتخب مصر الاوليمبي عنده مباراة اخرى مع المنتخب الغاني من ناله التوفيق طبعا فاز في المباراة الاولى 3-0 واداء راقي من لعبي الفرقين محمد عادل جمعة باك الشمال لعبي هايل تحضير للايد المصري توصل الكرة لعمر موسى ناحية الشمال هادي بقى عمر اومر يحيا اللي بلعب مكانه مكان محمد عادل لعب المتخب الاوليمبي اللي بقوله حضراتكم عليه ونزل الحمد لله بازوكا مفيش مشكلة شد في عضلة السمانة او الكاف ماصل وبينزل على طول وانطلق من ناحية الشمال وتدخل موجود من نادي الاتحاد وما فيهاش حاجة هنا بقى المرتدات السريعة هيعملوها ازاي بينية حلوة لكن الراية برضو الراية الراية موجودة زبطوا احمد عطية الراية موجودة والصفارة موجودة والتسلل على نادي الاتحاد ساكندار نشوف اللعبة مرة تانية هادي البينية تمام التمام تمام التمام واضحة الرؤية واضحة الرؤية تحضير من نادي المصري الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء يا طرح حده هيختف بطاقة الصعود ويجري حده هيختف ويجري هنشوفه نتابع هادي حارس المرمى علي فرج حسام حسن والتفكير العميق التفكير العميق من العميد حسام حسن خبرة كبيرة مفيش كلام حسام حسن في الملاعب المصرية والعالمية مش المصرية بس وليد ثمانية عشرة ثمانية ستة وستين حسام حسن ثمانية واربعين سنة سنة تسعة وتمانين لما النادي الاهلي فاز على النادي المصري تلاتة صفر كان مسجل الهدف الثالث في مرمى النادي المصري نعرض هو بيواجه النادي المصري في مباراة هو خارج المستطيل الاخضر فيها ولكن ادواته داخل المستطيل الاخضر بشخصه استطاع ان يكون سبب في الفوز ادواته حتى الان عاجزة عن الفوز على نادي الاتحاد السكنداري هادي عرقلة واقعقة من لاعب نادي الاتحاد السكنداري اللاعب فتح مبروك الباك الشمال لنادي الاتحاد السكنداري ضربة حرة مباشرة في مكان حلو جدا في مكان رائع جدا قد يكون هناك جديد وارد جدا هادي العرضية داخل المنطقة وضربة الراس ولكن سهلة في ايد علي فارق حارس المرمى هنا بياخد فاول والتبديلات بقى اللي جاية دي خلي بالكم منها التبديل لنادي المصري هيخرج داودة وينزل عبدالله الشحات دا تبديل ركلات ترجيح دا تبديل ركلات وفي نفس الوقت زيادة الجانب الدفاعي في نص الملعب ما كي دا بيعمل نفس اللي عمله حسام حسن نفس اللي عمله خلاص باقي ست دقايق على نهاية الوقت الاصلي يبقى ما يجيش فيها جود يبقى ماينفعش اخرج من الكاس في اخر خمس دقايق مدير الفن يقولك ايه يقولك انا لو خرجت من الكاس في من ركلات الترجيح من نقطة الجزاء محدش هيلمني يقولك اللاعبين دي ركلات الحظ ركلات التوفيق ركلات الاعصاب اعمل ايه دا كلام مظبوط جدا بيلعب على المضمون بقى المدير الفن لكن اللي بيخرج بقى باخطاء اللاعبين بتبقى مشكلة بالنسبة له عرضية داخل المنطقة يطلع محمد عواد بالبوكس على طول يجيبها مرة تانية نادي الاتحاد لكن يجيبها تاني نادي المصري عالية من عبدالحكيم وقادي الاستلام من احمد رقوف احمد رقوف معطوعة احمد رقوف هيتجنن وبيقول الحكم اللقاء فاول هدي امامية طويلة يمسك حارس المرمى محمد عواد ويبدأ التحضير ناحية اليمين هنا خميس بيسو كان مندفع اه لكن ابعد الكرة الاول وبعد كده عمل كمل اندفاعه مع اللاعب فالكرة مكنتش بتاعت احمد رقوف على هذا الاساس ومن هذا المنطلق احتسب حكم اللقاء الكرة وادى استمرارية اللاعب وبلاي اون اما مية طويلة لنادي المصري لكن من اعلى نقطة بيرد عبدالرحمن فاروق وادى التزديدة في نص المرمى يمسكها علي فرج تفتكروا بقى علي فرج في ركلات الترجيح من نقطة الجزاء كان دوره ايه كان دوره ايه مع حرس الحدود في كاس مصر والسوبر وحضراتكم اقدر مني على التذكر وعلي فرج استاذ ورئيس قسم في ركلات الترجيح من نقطة الجزاء يلا بازوكا يلا بازوكا يلا بازوكا يلا محمد عادل وتبديل محمد عادل ده تبديل ركلات ترجيح طبعا مش قادر يكمل محمد بازوكا فاضل ثلاث دقايق ونزل محمد عادل لعب الاتحاد السكنداري ونحن الان في طريقنا الى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء الا لو حد بقى عنده رأي تاني من الفريقين واللي عنده رأي تاني ده هتبقى صدمة كبيرة جدا للفريق التاني هتبقى صدمة كبيرة جدا لحد خطف بطاقة التأهل وجري هيخطف البطاقة ويجري لان محدش هيقدر يحصله شوف اللعبة ودي الانطلاقة من ناحية اليمين محمد عادل داخل المنطقة بن زيمة قادي السندا ممكن مرة تانية قادي عادل اول لمسة اتقطعت منه يجبها نادي المصري المرتدات السريعة محمد اشرف وفي تبديل اخر كلها تبديلات ركلات كلها تبديلات ركلات ضغط موجود من محمد حمد زكي ويمر بشكل سليم النادي المصري ترجع مرة خالص لحارس المرمى محمد عواد عواد بيعمل تمريرة طويلة جدا تعدي نص الملعب لكن استلام رائع امتصاص بباطن القدم على اعلى مستوى من فتح مبروك وانطلاقة في الجنب الشمال باسامة البغانمي بيعملها تخط حلوة في مساحة وسامة البغانمي عايز يعمل العرضية ضغط عليه يمر بشكل سليم مرة تانية وقادل بينية على حدود منطقة الجزاء محمد حمد زكي العبها ليه بن زيمة وقادل سام بقى بن زيمة حكم اللقاء مدي استمرارية اللعبة قل بلاي اون مفيش حاجة وكرة في مصلحة نادي الاتحاد مرة تانية محمد عادل يلعبها في الجنب اليمين بيسو خميس بيسو عرضية داخل المنطقة يطلع يطلع على طوله بدأ الشد يبقى موجود بدأ الشد موجود والمجهود الكبير جدا داخل المستطيل الاخضر الاتنين هو في نفس الوقت وبدأت اللعبة تتساقط اللعبة بدأت تتساقط محمد جبر واقع وعلاء شعبان كمان واقام الحمد لله اخر دقيقة ونص على الوقت الاصلي ياه لو حد خطب فجري ياه لو حد خطب فجري حيبقى اسمه الخطاف حيبقى اسمه الخطاف على طول ادي اسامة البغاني والتشتيت تاني من دفاع نادي المصري ولكن المرة دي بقى طلعت رامي التماس وحشة جدا بلوم نفسه طبعا لا تلومنى الا نفسك لان الكرة مفيش حد مشترك معك فيها مفيش حد ضغط عليك فيها لعبة وحشة اول حقيقة اسامة البغاني يعني عنده احسن من كده كتير رامي التماس من ناحية اليمين لنادي الاتحاد استكنداري في الديها الاخيرة تلعب اسيارة مرة تانية هتخد اسامة البغاني يلم على شماله ممكن العرضية عرضية مش معدية محمد عادل توصل لأسامة البغاني ضغط موجود من نادي المصري هنا بقى المرتدات السريعة والسل اكاكبو اللاعب الغاني القادم من نادي تشيلسي الغاني عند ربعة وعشرين سنة هزا اللاعب قطعت منه كرة توصل لنادي الاتحاد السكنداري فتح مبروك قطعت تاكن تيجي تاني لمحمد حمد زاكر لكن بعدت عم متناول رجله قبل ما نشوف ايه اللي حصل الكرة بعدت شوف اللعبة اللي فاتت كان فيها تدخل قوي على فتح مبروك ويقدى استمرارية اللاعب على اعتبار ان الكرة في مصلحة نادي الاتحاد السكنداري واخد منها رمي التماس نادي الاتحاد تلت دقايق وقت محتسب بدل ما الضائق اكدوا حضراتكم مفيش وقت اضافي في مباريات دور الاثنين وثلاثين وفي حالة استمرار التعادل هنلجأ الى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة مفيش وقت اضافة بنلعب في الديا الاولى من الوقت المحتسب بعد من ضايع والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون اهداف نادي المصري ونادي الاتحاد دور الاثنين وثلاثين من مسابقة كاس مصر الموسم الكروي الفين وخمستاشر والتحضير لنادي المصري من ناحية الشمال محق عمر يحيى توصل في نص الملعب للسيد عبد العال ودي هنا بقى التبديل التالت والاخير هينزل احمد سمير وهو تبديل ركلات ترجيح ايضا احمد سمير يا ترى مين ممكن ينزل مكانه احمد سمير اعتقد ممكن يكون مكان محمد اشرف ويبع انصر من عناصر الخبرات في ركلات الترجيح لكن هو الادرى بقى مين بيعرف يلعب ركلات ترجيح عنده مين ما بيعرفش هاد انطلاقة من ناحية الشمال ولكن عرقلة واعاقة خلفها بدون بطاقة ودربة حرة لنادي الاتحاد سكنداري كانت انطلاقة هيلة من ناحية الشمال عند اللعب رمزي خالد ولكن فيه يعاقب الايد وضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد السكنداري في ديالتانية من الوقت المحتسب بدل من الضايع ضربة حرة في مكان خطير جدا في مكان خطير جدا قد يستغلها نادي الاتحاد السكنداري في السواني الاخيرة من عمر اللقاء مش هنقول بقى الدقايق لان خطيرة جدا في توقيت صعب جدا يا راجل ده كلام يا راجل ده كلام يعني حتى ما مداش فيه فرصة انه ممكن يكون فيه لعب الكرة خلاص خلصت من بدايتها خلصت من بدايتها تطول وتطول خارج الملعب ضربة مرمى والتبديل الاخير لنادي المصري هينزل احمد سامير رقم اربعة رقم اربعة وهنا برضو رمز خالد هيخرج وينزل باسم عيد كل دي بقى تبديلات ركلات ترجيح وهنا عالجنب الاخر محمد جابرة هيخرج وبينزل احمد سامير دو اللاعبين بيجيدوا تسديد ركلات الترجيح لان خلاص لم يعد متبقي من عمر اللقاء الا ثواني قليلة وبالفعل يطلق حكم اللقاء صافرة ومعلنة نادي احداث الشوت التاني وليس المباراة تعادل سلبي بدون اهداف نادي المصري ونادي الاتحاد اذا يلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لحين لعب ركلات الترجيح من نقطة الجزاء ننتقل الى كابتن شبير وضيوفه الكرام والكورة في الملعب شكراً كابتن شبير والان عزائي المشاهدين موعدنا مع الاصارة الاصارة والمتعة وقمة الاصارة في كرة القدم هي ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بالامس شاهدنا اصارة ما بعدها اصارة عشر ركلات ترجيح في مباراة ادي الروح الجميلة ادي الروح الجميلة عشر ركلات ترجيح في مباراة وادي ديجلة وغز دومياط هل يا ترى هنوصل لهذا العدد النهاردة ونوصل لما نشوف كده علي فرج ومحمد عواد بيسدده هنشوف النهاردة بقى ونتابع ما عادش فيه تحفز خلاص ما عادش فيها كلام يتسجيب يتخيب يتصيب ما فيش فيها كلام النهاردة واضح ان محمد عواد هو حارس المرمى لنادر مصري بإذا اللي هيسدد الركلة الأولى لاعب من نادي الاتحاد السكندرية يا ترى هيكون مين هذا اللاعب يا ترى مين اللي عنده أعصاب اللي هيبدأ ويفتح ويقص الشريط دايما أحسن لاعب عندك في الفرقة لما تيجي ترتب كده بيكون أحسن لاعب هو اللي بيبدأ أو رقم خمسة محمد سمير هو اللاعب رقم واحد محمد سمير هو اللي هيسدد لنادر الاتحاد السكندرية ومواجهة فردية مع حارس المرمى محمد عواد ومحمد سمير والركلة الأولى ويصد عواد ويصد عواد يا سلام يا عواد رائع رائع عواد لعب على طريقة التوقع على نظام التوقع اترامع على جنب من الجنبين وخلاص ومحمد سمير برضو لعب على طريقة التزديد في طريقتين في التزديد تلعب في زاوية وانت وحظك وتركن وخلاص وفي طريقة تانية بقى بتاعت اللاعبين الجمدين قوي اللي هم زي خالب بيبه وأمثاله اللي بيقف على الكرة كده بيقف سنة يشوف الحارس هيروح فين ويديها في الزاوية التانية هيعمل دي ليه سنة أو تأجيل هادي بقى محمود عبد الحكيم وركلة الترجيح الأولى للنادي المصري الحاوي الحاوي ومواجهة فردية مع أستاذ ورئيس قسم في ضربات الترجيح والجزاء علي فرج علي فرج ومحمود عبد الحكيم ويسجل يا السلام يا عبد الحكيم ده لعبها نموذج ده لعبها ايه لعبها في الزاوية المستحيلة في الزاوية المستحيلة علي فرج رايح معاها ورايح صح وجميل جدا ولكن محمود عبد الحكيم لعبها نموذجية واحد نادي المصري لا شيء نادي الاتحاد السكندري ولسه بدري لسه بدري شوفنا نبارح ركلتين ضيعين من دجلة وفي الآخر دجلة اللي فاز يا حظك ارامي في اللعبة اللي فاتت مش هنقول اكتر من كده لعبة اللي فاتت كان بالامكان افضل مما كان يعوات ولكن في النهاية هي ركلة سليمة بيسجلها نادي المصري نادي الاتحاد والركلة اللي جاية بقى نادي المصري ورقوف احمد رقوف هيسجل الراكلة هيسجد الراكلة التانية ورقوف وعلي فراج ويسهدد رقوف ويسجل رقوف حلوة اوي حلوة اوي برضو في الزاوية المستحيلة اصعب كورة على حارس المرمى دي واللي فاتت دي وعبد الحكيم حتى لو الحارس متوقع بتبقى صعبة جدا عليه وفارقة غريبة جدا لاربعة لاربعة لعبين اللي سدده او اللي سجله لعبه قبل كده فيه النادر الاهلي بسيسناه محمود عبد الحكيم طبعا تلات لعبين اللي سدده بسيسناه محمود عبد الحكيم لكن كان بدايته في ناشئين الاهلي لكن ممكن نسميه نعديه هيبقى الاربعة لعبه في الاهلي فاتحي مبروك على التنفيذ فاتحي مبروك بالقدم اليسر اوه ويسهدد يسهدد فاتحي مبروك ويسجل الهدف التاني لنادر اتحاد الاتحاد لعب تلات ركلات سجل اتنين وضيع واحدة المصري لعب ركلتين اتنين سجل اتنين والركلة التالتة للنادر مصري يا ترى يا هل ترى الركلة التالتة هيحصل فيها ايه هنشوفه انتابع وقادي بقى هنا صيد الكاميرا والشبكة مقطوعة هنا طبعا حكم الرابع لازم بيتأكد والمساعدين بيتأكدوا من كل مساعد بيتأكد من شبكة دي طبعا هتعمل مشكلة ممكن تعمل مشكلة عبدالله الشحات عبدالله الشحات ويسجل عبدالله يا سلام يا عبدالله من لعبين المميزين في تسديد ضربات الترجيح او الجزاء والتغيير لعبدالله الشحات وانزوله عشان الراكلة دي تلاتة المصري اتنين الاتحاد السكندري الراكلة الربعة لنادي الاتحاد هتبقى صعبة جدا على اللي هيسددها واللي هيسددها هو عبدالرحمن فاروق كان لعب سابق مرض في نادي حرس الحدود عبدالرحمن فاروق وراجع زيادة قوي على منطقة الجزاء وعبدالرحمن فاروق ومواجهة مع عواد عبدالرحمن حلوة يا عبدالرحمن حلوة يا عبدالرحمن برضو الزاوية الاصعب لحرس المرمى اللي هو لو متوقع الكورة ورايح في زاويتها بتبقى صعبة جدا بالنسبة له اللي هي في المقص اليمين او الشمال دي اصعب زاوية لحرس المرمى هادي زي ما حضراتكم شايفين كده عواد عينه حلوة قوي على ركلات الترجيح وبيروح على كل كورة ولكن لو اتلعبت حلو بتدخل المرمى السيد عبدالعال السيد عبدالعال يا طرى يا هل طرى السيد عبدالعال ما شفناهوش بيسدد ركلات قبل كده ويصد ويصد لسه بقول لكم السيد عبدالعال ما شفناهوش بيسدد ركلات قبل كده وعلي فرج بيمارس هوايته هنا بقى بيصد علي فرج بيصد علي فرج ومتوقع ورايح تمام يا سلام يا شيخ علي يا سلام يا شيخ علي علي فرج بيصد كرة حلوة جدا تلاتة تلاتة نقطة ومن اول السطر اعتبروا كده ان احنا اتعدلنا وركلة وركلة لان دي الركلة الخامسة والاخيرة ليه نادي الاتحاد السكندري يا تارا يا هل تارا الركلة الخامسة النادي الاتحاد هيحصل فيها ايه اعتقد ده باسم عيد والركلة الخامسة النادي الاتحاد ويسجل ويسجل نادي الاتحاد السكندري هو نازل عشان دي هو نازل عشان الراكلة دي باسم عيد بيسجل لنادي الاتحاد السكندري الراكلة الرابعة اربعة تلاتة هنا بقى ممكن نقول دي ممكن تكون الراكلة الاخيرة لو علي فرج نجح في صد الكورة كده اربع ركلات سليمة نادي الاتحاد تلت ركلات سليمة لنادي المصري ودي الراكلة الاخيرة لو لم تدخل طب لو دخلت نلعب بقى ركلة وراكلة احمد سمير يا اعصابك يا احمد يا سمير هنا بقى انت واعصابك يا احمد يا سمير ومواجهة مع علي فرج ومما يزيد المواجهة صعوبة انها الراكلة الاخيرة والمرجحة ومما يزيدها صعوبة اكتر ان اللي قبلها ضاعت فاعصابه بقى هو واعصابه هنشوف بقى ونتابع احمد سمير مع علي فرج احمد سمير ويسهجل سمير اعصاب حديدية اعصاب فولازية احمد سمير علي فرج لعب على التوقع وخلاص لعب على التوقع وراح ناحية الشمال على طول نقطة ومن اول السطر ركلة وراكلة اللي يجيب ويصد يفوز بالمباراة ويصعد يا السلام على جمالك يا احمد يا سمير وعلى روحك العالية جدا بغانمي كل الراكلات اللي فاتت ركلات صريحة داخل في زاوية ومسدد لكن دي بقى ركلة الفن عمر موسى لاعب النادي المصري مجهود نفسي كبير عليه عمر موسى لعيب ما عندوش خبرات كبيرة وراكلة ترجيح هترجح النادي المصري والاتحاد صريح لعيب كويس ولكن دي برضو الاعصاب بتاخد فيها جزء كبير جدا والسبات الانفعالي عمر موسى وعلي فرج عمر موسى يا سلام يا شيخ علي يا سلام يا علي فرج استاذ ورئيس قسم ركلات الجزاء والترجيح بنادي الاتحاد السكنداري بيصعد بنادي الاتحاد السكنداري الى دور الستاشر من مسابقة كاس مصر كما فعلها مع نادي حرص الحدود وصعد بنادي حرص الحدود على حساب النادي الاهلي بيعيد علي فرج ويكرر التاريخ نفسه ولكن مع نادي الاتحاد السكنداري ويصعد بيهم الى دور الستاشر الف مبروك لنادي الاتحاد السكنداري وهارد لك لنادي المصري البور سعيدي سعدت باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رمي بهجة الى اللقاء في اللقاءات اخرى قادمة ان شاء الله اما الان مع كابتن شبير وديوفي الكرام الكابتن خالد بيبو والناقد الرياضي خالد توحيد فالى هناك